الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أنزل ذكرا حكيما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الحمد لله الذي أحكم آياته ثم فصلها وهو الحكيم الخبير وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله أنزل الله عليه القرآن فجاءنا به من عند ربه بلغه إلينا عليه الصلاة والسلام هدى ورحمة ونورا وبلاغا وبصائر وذكرا وفرقانا وموعظة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين كتاب ربنا هذا النبراس والدستور حقه علينا عظيم تعلما لمعانيه وتلاوة كما أنزله الله وعملا به وتدبرا ومدارسة وتعليما وحفظا تبذل فيه الأوقات والجهود وأهله خير الناس كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله منهم؟ قالهم أهل القرآن أهل الله وخاصته أهل القرآن من هم أهل القرآن؟ المشتغلون بالقرآن الحريصون على القرآن الذين ينطلقون من القرآن ويعملون بالقرآن ويفيئون إلى القرآن يتعلمون القرآن ويعلمون القرآن يتاجرون مع الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لنتبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور هؤلاء الذين يقرؤون القرآن يضاعف الله أجورهم لكل حرف بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها كفاهم فخرا وشرفا أن السكينة تتنزل عليهم في مجالسهم وتغشاهم رحمة الله وتحفهم ملائكته إنهم يجتمعون في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم يذكرهم ربهم عنده كفاهم فخرا أن الله يرفع شأنهم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ويكفي حافظ القرآن فخرا وشرفا أنه سيدعى يوم القيامة ويقال له اقرأ وارتقي إذن إلى العلاء ورتل كما كنت ترتل في الدنيا هذا العمل الذي يعمله في الدنيا الآن سيقوم به يوم القيامة والمنزلة سترتفع بحسب حفظه وتلاوته لهذا الكتاب حفظ في الصدر وعمل بهذا الكتاب بالجوارح والقلب والفضل معلق بحسب هذا الإتقان وهذا العمل والإتقان صاحبه مع السفرة الكرام البررة وهذه منزلة عظيمة والذي سهر بالليل ويتلو بالنهار ويقوم بليله يقوم بالقرآن في ليله وهو يعمل فيه بنهاره هذا بلا ريب هذا من الفرسان الرهبان وأولو العلم الذين ضموا هذا القرآن في صدورهم وتفهموا معانيه وانطلقوا منه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يحتجون به ويستدلون ويحكمونه وبينهم هو الحكم وعندما يأتي صاحب القرآن يوم القيامة وعلى رأسه تاج الوقار يكسى والداه الحلتان العظيمتان بتعليم ولدهما للقرآن إنه الشرف العظيم طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدى وضيئا كالنجوم تألقه الله أكبر يا لها من نعمة لما يقال قرأ فرتل وارتقى وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فبه الفؤاد تعلق وتلاه في جنح الدجا متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرق هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقة طوبى لأولياء الأمور الذين نشأوا أولادهم على علوم الكتاب والسنة طوبى لهؤلاء الشباب الذين انتظموا في الحلق طوبى لهؤلاء المدرسين الذين أشرفوا وعلموا طوبى لهؤلاء الإداريين والمشرفين الذين يتابعون مسيرة هذا العمل العظيم أفضال ومناقب وجدير أن تزف هذه الأنوار لأصحابها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي بالخير كل قائم على هذه الأعمال وأن يتقبل ممن بذر فعلم وتعلم وأن يوفقنا جميعا للعمل إنه سميع مجيب قريب